الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله بسم الله على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم شكوى إلى النبي صغيرة في موقف بحر الظهيرة من فأة في أمته كبيرة بوقفة للمراجعة جديرة أنقل لكم عبارات من شخصيتين كبيرتين عندهم أولا ثاني أكبر شخصية عندهم في الرجال وهو ابن حجر العسقلاني يقول في أحدى أهم كتبه واسمه فتح الباري في شرح البخاري ولعله يعد عندهم أهم شرح من شروح البخاري يقول وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا أحيانا يقولون طرق هذا الحديث عديدة يعني بالآخات ستة سبعة عشرة أحيانا يقولون طرق الحديث في كثيرة كثيرة يعني بالعشرات هو لم يقل بالكثيرة يقول كثير جدا يعني يروح بالمئات وهو كثير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقده ابن عقده من كبار علمائهم القدامى قبل ألف ومائتي عام تقريبا وقد استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد يعني كتاب خاص بهذا الموضوع هذه العبارة دقيقوا فيها وكثير من أسانيدها صحاح وحسان الأسانيد كثيرة جدا إذا نقل شيء عن النبي صلى الله عليه وآله بسند واحد فقط سند صحيح واحد يكفي الرواية تكون حجة المسلمون يأخذون بهذه الرواية الشريفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسند واحد ولكن هذا السند ثقة ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وآله حجه فكيف بحديث أسانيده كثيرة جدا ليست عديدة ليست كثيرة كثيرة جدا وكثير منها صحاح قلت لكم كثير منها ليس معناه أنه عشرة هذا لا يقال له كثير كثير يعني بالعشرات على الأقل إن لم يكن أكثر هذه عبارة عبارة أخرى لنفس الرجل ابن حجر العسقلاني في كتاب آخر له اسمه تهذيب التهذيب يقول وقد جمعه جمع حديث من كنتم مولاه فهذا علي مولاه وقد جمعه ابن جرير الطبري البعض يقولون اسمه ابن جرير أي أن كان مشهور ابن جرير وقد جمعه ابن جرير الطبري في مؤلف بكتاب خاص فيه أضعاف من ذكر هو يتحدث عن رجل آخر ابن عبد البير ذاك ذكر اسماء من روا هذا الحديث يقول ابن جرير جمع أضعاف ما ذكره ذاك الرجل وصححه واعتنى بجمع طرقه أبو العباس ابن عقده فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر بالله عليكم تعرفون رواية حديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله رواه عنه غير حديث الغدير رواه عنه سبعون صحابي طبعا العدد أكثر من سبعين العلامة الأميني في كتاب موسوعة الغدير ذكر أكثر من مائة وعشرة من الصحابة رواه حديث الغدير لا خذ كلامه تعرفون حديثا رواه سبعون صحابيا نص معين سبعون من الصحابة نقلوه لا اترك السبعين ستين تعرفون خمسين أربعين في كل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في كل الأبواب في الأبواب الفقهية في الأبواب التاريخية في الأبواب العقادية في كل الأبواب تعرفون حديثا نصا منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله نقله عنه أربعون من الصحابة جئيني بحديث آخر هذا الحديث نقله عنه ابن حجر يقول يقول هذا الذي أخرجه ابن عقده من سبعين صحابيا أو أكثر نذهب إلى رجل آخر ابن حجر لعله الشخصية الثانية في علم الرجال عندهم ثاني أعظم شخصية عندهم في الرجال نذهب إلى أعظم شخصية عندهم في الرجال عندهم عالم كبير جدا الذهبي أهم علماء الرجال على الإطلاق ظاهرا عندهم الذهبي عنده كتاب اسمه تذكرة الحفاظ في هذا الكتاب يقول ولم يتحدث عن ابن جرير الطبري ابن جرير كان في القرن الثالث الهجري في عصر الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما وفي زمن الغيبة الصغرى ذاك الزمن وابن جرير عندهم لا غبار عليه يقول ولما بلغه يعني بلغ ابن جرير الطبري أن ابن أبي داود تكلم في حديث غدير خوم عامل من؟ ابن جرير الشخصية المرموقة عندهم عمل كتاب الفضائل كتب كتابا وتكلم على تصحيح الحديث حديث الغدير كتب كتابا على الأقل مجلد واحد كتاب وذكر تصحيح هذا الحديث في هذا الكتاب كتاب خاص بتصحيح حديث الغدير الذهبي يقول قلت الذهبي قلت رأيت مجلدا يتبين هو أكثر من مجلد يقول أنا رأيت مجلد من هذا الكتاب إذا كان مجلد واحد يقول رأيته بعدين يشرح في كتاب آخر طبعا رأيته مجلدا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق الذهبي شغله روايات شغله رجال يقول لكثرة الطرق التي ذكرها ابن جرير في هذا الكتاب اندهشت أنا وأنا رأيت مجلد واحد هو كم مجلد في كتاب آخر يذكر الذهبي لا يندهش من كثرة الأسانيد عنده بعض الروايات أسانيد وهو أسانيد عديدة بعضها أسانيد كثيرة ما الذي رأاه يقول اندهشت الذهبي عنده كتاب آخر لعله أهم كتبه كتاب كبير مجلدات اسم الكتاب سير أعلام النبلاء في ذاك الكتاب أيضا يتحدث عن هذا الكتاب لابن جرير يقول جمع ابن جرير يعني طرق حديث غدير خوم في أربعة أجزاء أربع مجلدات في طرق حديث الغدير كاتب ابن جرير رأيت شطره فبهرني سعة رواياته ابن جرير كتب كتابا في حديث الغدير لا فقط وفقط في أسانيد حديث الغدير في الطرق فقط أربع مجلدات يعني كم صفحة يعني على الأقل ألف وخمسمين صفحة فوق مجلدات عن ذاك ما كانت مجلدات صغيرة عادة كل المجلدات كانت مجلدات كبيرة احسبها مثل مجلدات اليوم الصغيرة الخفيفة ألف وخمسمين صفحة فوق هذا فقط وفقط في جمع الطرق حديث الغدير يعني كم طريق ذكر في ألف وخمسمين صفحة كم طريق تتمكن أن تذكر أنت إذا تقول شيئا قليلا تقول بالمئات إذا مو أكثر من يقول الذهبي الذهبي من هو فيه رائحة تشيع فيه رائحة الذهبي اقرأ الكتابة حتى تعرف من هو ذول دمشقيين في ذاك الزمن تلميذة بن تيمية عرف للأخير الذهبي ينقل عمّا عن عالم شيعي فيه رائحة تشيع لا عن ابن جرير هذا أربع مجلدات ما كتبه ابن جرير من الأسانيد هو كتب كل ما وصل له له حتما لا كثير من الأشياء الإنسان ينساها كثير من الأشياء يقرأوها ثم ينساها بمناسبة كتب هذا الكتاب صارت مشكلة ابن أبي داود تكلم في حديث الغدير أثاره فكتب هذا الكتاب كثير من المعلومات التي كانت عندها حتى مرة ذهبت من قابل يعني ما وصل إلى ابن جرير أكثر من هذا حتما بالتأكيد ما يكتبه الإنسان بمناسبة كثير من الأشياء المصادر راحت تلك الأيام لا كمبيوترات لا أشياء هذا ما وصله ما كتبه ما وصله أكثر وما لم يصله كم كم من الأشياء تصل إلى ابن جرير عشر الأشياء كم من الروايات وصلت إلى ابن جرير كم من الأسانيد أساسا في روايات النبي صلى الله عليه وعليه وصلت إلى ابن جرير أقل من عشر من الروايات أقل من عشر من الأسانيد هذا الذي كتبه أربع مجلدات سؤال بريء حقا أقول بريء حديث مثل هذا الحديث لا نظير له لا نظير له في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله بالتأكيد الحديث الأول في كثرة الأسانيد بالتأكيد لا أقول لا نظير له لا يدانيه حديث آخر يا أخي ائتني بحديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أسانيده جمعت في كتاب في مجلد واحد لا أقول أرى مجلدات في مجلد واحد عندكم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله جمعوا أسانيده في مجلد كامل أين حديث لا نظير له لا نظير له لا يداني حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله بهذه الدرجة من الأهمية هكذا حديث سؤالي وأعرف الجواب وأعرف الجواب وأعرف الجواب وتعرفون الجواب هكذا حديث لماذا يتجاهلونه البخاري لا ينقل ولا شيء يشير إلى حديث الغدير أصلا ولا حديث متى كان البخاري ابن جرير كان تقريبا معاصر للبخاري يعني ليس في زمن آخر ابن جرير طبعا متأخر عن البخاري قليلا ولكن أدرك زمن البخاري أدرك زمن مسلم ابن جرير ابن عقدة كان متأخرا عنهم قليلا ابن عقدة كاتب كتاب على الأقل مجلد واحد لا نعلم كم مجلد ابن جليل كاتب أربع مجلدات البخاري ما ينقل ولا رواية واحدة ولا سند واحد ما المشكلة يعني مرة واحدة بعد البخاري أو في زمن البخاري مرة واحدة حدثت كل هذه الأسانيد أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وآله بالمئات إن لم تكن بالآلاف أربع مجلدات مسلم ينقل هذا الحديث بخجل بسند واحد فقط ينقل وحديث أخرى ينقلها بأسانيد إذا عند الحديث الآخر عشرة أسانيد ينقل سندين ثلاثة أسانيد ينقل هذا الحديث ينقله بسند واحد فقط والسند وإن كان صحيح لا يتمكنوا أن ينكروه ولكن ليس مثل الأسانيد القوية القوية جدا عندهم صحيح صحيح بلا خلاف والمقطع الأساسي من هذا الحديث لا ينقله من كنت مولاه فهذا علي مولاه لا ينقله مسلم ينقل حديث الغدير يقول النبي صلى الله عليه وآله خطب في يوم الغدير ما القضية هذه هي الكتب هذه كتب كتبت لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله بعض الكتب كتبت للأحاديث الصحيحة عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا قول موسى بن عمران تقولون هذه الكتب ليست لروايات موسى بن عمران هذا الكلام كلام عيسى بن مريم كلام نوح كلام سليمان كلام يوسف كلام من هذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله هذا صح عن النبي بهذه الطريقة لا أقول صح عن النبي بطريقة لا نظير لها ماء وعشر وأكثر من ماء وعشر من الصحابة نقلوها في أربع مجلدات أسانيد هذه الرواية أين المشكلة لماذا الفضاء لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تعاملونها هكذا تعامل بكل صراحة لا أريد أن أجتم أحدا لا أريد أن أسب أحدا نقد نقد مؤلم مؤلم جدا لماذا تعاملون فضاء الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا حديث النبي هذه ليست ترك ونسيان وتجاهل هذا الحديث ليس إهانة لأمير المؤمنين صلى الله عليه فقط هذا إهانة لرسول الله النبي قال قال بالتأكيد إن لم يثبت حديث الغدير لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وآله إذا عشر من الصحابة نقلوا ومثابت يثبت شيء آخر حديث نقله شخص شخصان ثلاثة خمسة عشر إذا كان حديث أربع مجلدات أسانيده فقط ما وصل إلى ابن جرير وما كتبه ابن جرير يبقى حديث أساني عن النبي صلى الله عليه وآله هذا التجاهل لماذا هذا ليس إهانة لرسول الله هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله راجعوا حدودكم راجعوا أنفسكم لماذا فضاء الأمير المؤمنين هكذا تعاملونها الفضائل التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله جانب آخر الله عز وجل يقول في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم عندنا أحاديث متواتر بكل وضوح هذه الآية المباركة نزلت في يوم الغدير بعد خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بعد أن أشهر أكبر أشهر أكبر إعلان لموضوع الولاية النبي صلى الله عليه وآله من قبل بيّن أركان الإسلام الصلاة الصيام الزكاة الحاج وبيّن في ذلك اليوم الولاية خلاص اليوم أكملت لكم دينكم الدين اكتمل هذا الموضوع عندنا واضح في يوم الغدير الآية نزلت في يوم الغدير في قضية الولاية اكتمل الدين خلاص يأتي بعضهم بشدة أنت عالم العالم يتكلم بضوابط علمية هذا المعنى الذي ورد عندنا في المتواتر موجود عندهم في صحاحهم بأساني الصحيحة الآية نزلت في يوم الغدير يقف بعضهم بشدة يقول لا والله ما نزلت هذه الآية في الغدير بل نزلت في عرفة يا أخي شخص لا يريد أن يقبل خلاص هذه الشدة لماذا ومن أين تعلم أنت والروايات الصحاح عندكم بأساني الصحيحة تريد أن ترجح روايات ثانية على هذه الرواية يقول لا هذه روايات وهي صحاح سندا تقول أن الآية المباركة نزلت في يوم الغدير ولكن أنا أرجح روايات أخرى تقول أنها نزلت في يوم عرفة مثلا هذه الشدة هذه القسوة لماذا ثم يا أخي أصلا الرواية الصحاح يجعلها جانبا أنت تقبل أن هذه الآية تنزل في عرفة في عرفة في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بيّن الحج كان قد بيّن الأركان الأخرى الحج ما كان قد بيّنه ما كانت هناك فرصة في حجة الوداع بيّن الحج الحج اسألوا أي مسلم على وجه الكرة الأرضية الحج من أركان الإسلام أم لا قطعا في يوم عرفة في حجة الوداع يوم عرفة بداية الحج النبي صلى الله عليه وآله بعده لم يكن قد بيّن الحج كيف الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم الدين بعده لم يكتمل حج الحج من أركان الإسلام ليس من الواجبات من الدرجة الثانية والثالثة من أركان الإسلام هذا الروك من أركان الإسلام لم يكن قد بيّن من قبل النبي صلى الله عليه وآله في يوم عرفة يوم تسعد الحجة بداية الحج عرفة بداية الحج تعلموا بعد الإحرام العمل الثاني للحج الوقوف بعرفات يعني تريد أن تكذب يكذب كذبة على الأقل مصوغة بصورة صحيحة قل في يوم الثالث عشر من ذي الحجة نزلت الآية لأن الحج اكتمل خلص بعد الانتهاء من الحج يوم الثلاثعش قل في يوم الثالث عشرм من ذي الحجة نزلت الآية قد يصدقك البعث لا تريد أن تبين الولاية لا تبين الولاية في يوم عرفة الحج لم يبين الحج ركن من أركان الإسلام الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم والحج بعده لم يبين كيف اكتمل الدين لا مشكلة اعرف الجوابنا وبعضهم يعرف الجواب نصيحة نصيحة حقيقية والله نحن نريد الخير لكم والله قسما بالله العظيم نريد الخير لكم هذه الطريقة في التعامل مع أمير المؤمنين مع فضاء الأمير المؤمنين مع القضايا المرتبطة بأمير المؤمنين طريقة سيئة النبي صلى الله عليه وآله دعا على من يتعامل بهذه الطريقة في يوم الغدير وفي غير الغدير اللهم والما والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله دعاء النبي لا يراد النبي صلى الله عليه وآله دعا قال الالهي الذي يعادي علي عاده هذا ليس عداء لأمير المؤمنين تجاهل حديث الغدير الخطباء الذين خطباؤهم الذين يتحدثون في شرق الأرض وغرب الأرض كم مرة تسمع؟ طيلة أيام السنة منهم كلمة الغدير حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه هكذا حديث حديث هو الحديث الأول في كثرة أسانيده في نقل الصحابة له الأول على الإطلاق كم مرة تسمعون هذا الحديث؟ هذا التجاهل لماذا؟ كلام النبي هذا؟ خطبة النبي خطب النبي صلى الله عليه وآله كما ورد في أساندهم الصحيحة خطبة طويلة أين الخطبة الطويلة هذه؟ هذا المقطع القصير من الخطبة ورد بهذه الأساند الكثيرة حتى هذا المقطع لا تستسيغونه كلام النبي هذا؟ اللهم والم والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذا ليس خذلانا؟ مثل هذا الحديث تتناسونه؟ تتجاهلونه؟ أقول أريد لكم الخير أريد لكم الخير حقا؟ هكذا تجاهل يجعلكم مشمولين لدعاء النبي صلى الله عليه وآله واخذل من خذله الذي الله عز وجل يخذله ماذا يحصل فيه؟ العياذ بك يا الله الذي الله يعاديه عاد من عاداه العداء كيف يكون؟ ما هي مظاهر العداء؟ قاتلتموه قاتلتموه جيوش ممن تترضون عليهم قاتلوا أمير المؤمن قاتلوا يعني يريدون أن يقتلوه سبوه على المنابر على الأقل سبعين سنة على الأقل أو أكثر وتنكرون أحاديثه تتجاهلون أحاديثه أين ذاهبون أنتم؟ أما فيما يرتبط بنا أنقل مقطعا من خطبة الغدير للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأختم بذلك حديثي قال صلى الله عليه وآله معاشر الناس أني أدعها إمامة ووراثة في عقبي عشر سنوات عشر سنوات عشر سنة خمسين سنة لا إلى يوم القيامة اللهم صلى على محمد وآل محمد وقد بلغت ما أمرت بتبليغه نعم والله لقد بلغت يا رسول الله أفضل تبليغ تبليغا ليس مثله تبليغ مرة وقفت عندما صنعه النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير صنع إعجازا من التبليغ إعجاز صنع شيئا لا ينساه أحد ولذا ترى هكذا أسانيد كثيرة هذا عدد كبير من الصحابة نقلوا بل ما وصلنا أكثر من مائة وعشرة من الصحابة الواقع كم هو يكون كم من الصحابة نقلوا إذا ما وصلنا مائة وعشرة وأكثر بعد مرور هذه القرون وضياع الكثير من الروايات الشريفة هذا الذي بقيه هو كم كان النبي بلغ أفضل تبليغ وقد بلغت ما أمرت بتبليغه الله من هذه الكلمة حجة على كل حاضر وغائب اعرفوا أيها الناس أنا رسول الله صلى الله عليه وآله جعلت ذلك حجة ليس على الحاضرين على كل حاضر وغائب وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد ولد أو لم يولاد أنا أوصلت أيها الناس أنا هذه القضية أوصلتها إلى كل الناس الذي شهد ولم يشهد الذي حضر ولم يحضر الذي ولد أو بعده لم يولاد تصل بالفعل فداء لإسمك الشريف يا رسول الله بلغت هذا ما كان قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا يقول صلى الله عليه وآله فليبلغ الحاضر الغائبة والوالد الولد إلى يوم القيامة فليبلغ تعرفون اللغة العربية اللام الأمر ليبلغ هذا اللام لام الأمر أمر نبوي أن يبلغ الإنسان الغدير قضية الإمامة قضية الولاية من كنت مولاه فهذا عليهم مولاه بلغ فليبلغ الحاضر الغائبة والوالد الولد واجب على الوالد أن يبلغ أولاده إلى يوم القيامة ثم النبي صلى الله عليه وآله اشتكى قلبه متألم رسول الله صلى الله عليه وآله قال وسيجعلونها هذه إمامة هذه وراثة النبي صلى الله عليه وآله ولكن سيجعلونها حكما ملكا وسيجعلونها ملكا واغتصابا ألا هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين وعندها سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران نستجير بالله تعالى من غضب رسول الله استجير بالله تعالى من دعاء النبي على شخصين على مشارف مولد الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الذي وجد فرصة فحث على جناحي الإسلام التولي والتبري حث كثيراً الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام على إحياء ذكريين في التولي والتبري ذكرياً الغدير كأعظم فرحة وأعظم عيد وذكرياً أشوراء كأعظم حزن وأعظم مصيبة حث الإمام الرضا عليهما على هاتين الذكريين كثيراً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المبلغين للغدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارة الإمام الرؤوف الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة